التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار وفد لجنة الرقابة الاستشارية المستقلة لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية شهد الاجتماع استعراض مهمة اللجنة في تقييم عمل منظمة الصحة العالمية بمصر في حالات الطوارئ الصحية ومدى قيامها بدورها كوكالة رائدة في مجال الصحة العالمية وراء ووجهات نظر وزارة الصحة والسكان كشريك للمنظمة في ميدان العمل فضلا عن شراكات المنظمة في مصر وعلاقتها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المختلفة